مع حضراتكم النهاردة جولتنا مستمرة في معرض بلاستيكس اللي بندخل من خلاله لعالم صناعة البلاستيك الأطخم في مصر وكفاية أن صادرات البلاستيك مع المطاط وصلت لحوالي 4.5 مليار دولار في عام 2021 ده بخلاف تغطية احتياجات السوق المحلي من منتجات البلاستيك بنسبة 100% وبيقوم عليها حوالي 7120 مصنع في مصر وفيها 520 ألف عامل واستثماراتها تجاوزت 115 مليار جنيه شيء مهول فعلا أرقام بتكشف أنها صناعة استراتيجية في المقام الأول ودعمها ومسندة جدعانها هيخليها فرص الرهام في السنين اللي جاية لتحقيق قطة الدولة في الوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار النهاردة في معرض بلاستيكس هنقابل المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيمويات والأسمدة وأصحاب شركات خطوط إنتاج منتجات البلاستيك وما كان الحقن والنفخ والاستنبات حتى ما كان الشالمو بتاع العصاير واللبن بقى مشروعة لسوق ضخم كمان هنقابل السيد ممدوح عفية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتعصتة في البنك الأهلي المصري الدعم الأول للصناعة في مصر وكفاية أقول لحضراتكم أنه ضخ في القطاع الصناعي حوالي 40 مليار جنيه ده من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أول لقاءتنا النهاردة هتكون مع المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيمويات والأسمدة وهنتعرف على حجم صناعة البلاستيك في مصر وخطتها المستقبلية لزيادة الصادرات لعشر مليارات دولار حتى عام 2025 عملنا طفرة مهولة سنة دي في الصادرات ستة وستة من عشرة مليار دولار منها أربعة ونص مليار دولار بلاستيك ومطاط عملنا ده إزاي؟ إحنا طبعا وصلنا لهذا الرقم في البلاستيك والمطاط أربعة ونص مليار ووصلنا لحجم الصادرات الصناعات كيموية ككل ستة وستة من عشرة مليار دولار طبعا ده كان مش عايزة أقول حلم لكن يا الطفرة جاية منين؟ الطفرة جاية إحنا محقيني 43% نسبة زيادة عن العام الماضي وده لم يحدث قبل كده لكن عايزة أكلمك إيه السبب الرئيسي؟ في الحقيقة إحنا كان عندنا أكتر من ذلك السبب الأولاني وقوف الحكومة ورانا عملوا مجهود كبير جدا في رد الإعباء العام الماضي 2021 سددوها بالكامل للمصدرين بل بالعكس فيه سبعة مليار كمان تضخوا يعني أصبح ما تم صرفه خلال العام الماضي تجاوزت 30 مليار جنيه للمصدرين المصدر عمل إيه بالفلوس دي؟ قدر يطور نفسه قدر يحدث مكنه قدر يسدد الالتزامات اللي عليه سواء كان للموردين للبنوك سبب تاني رئيسي برضو الحكومة ساعدت فيه عدم توقف المصانع أغلب الدول زي الصين زي تركيا وغيرها قفلت مصانعها قفلت مصانعها تماما إغلاق تام عادت الناس في البيوت دا لم يحدث عندنا في مصر ساعد على إيه؟ ساعد إن إحنا بقى السبلاي تشين بتاعنا قوي جدا الدول اللي كان بتستورد من الدول اللي غلقت ابتدت تدور على البديل كان البديل الأقرب مصر مصر والكواليتي عالية والأسعار جيدة جدا والمنتج موجود فكله لجأ لمصر فأصبح نسبة التصدير زادت عن الأعوام الماضية التفرة دي ممكن تستمر؟ أو إيش رو تستمرارها؟ إحنا عندنا هدف المئة مليار وحنحققه إن شاء الله أنا ما عنديش بديل إحنا مستمرين وبقوة وأعتقد بعد كده يعني بعد ما وصلنا بالنسبة الزيادة يعني قطاع زي قطاع الصناعات الكيموية والأسمادة النهاردة لما نحقق 43% نسبة نيمو ده دي نسبة هيلة جدا أرجع أكلمك على قطاع البلاستيك البلاستيك من أهم طبعا من أهم الصناعات اللي أولا بتجذب عدد كبير جدا من العمالة أنا عندي أكتر من خمسمية وعشرين ألف عامل مؤمن عليهم صحيح مؤمن وخمس تلاف مصنع أو أكتر وعندي لا ده حاليا النهاردة إحنا وصلنا في عشرين واحد وعشرين تعدنا السبعة تلاف مئة وعشرين مصنع ركع أعلنت عن خطة هنوصل بها في سنة ألفين خمسة وعشرين لعشرة مليار دولار صدرات كيمويات وأسمدة يا حقيقة أيمة على إيه؟ أيمة على حياة كتير جدا من أما تواجدنا في دول كثيرة جدا ما كناش موجودين فيها يعني فتحة أسواق جديدة وخاصة الدول الأفريقية فمن خططنا أن إحنا تبقى منتجاتنا متواجدة في هذه الدول بمعنى البضاعة الحضرة إحنا عملنا شركة بعض رجال أعمال عملنا أنشئة شركة قطاع خاص في تنزانيا وتاخد مخازن كبيرة وفي موظفين مقيمين بصفة دايمة هناك لبيع منتجات جميع المنتجات المصرية بتخزن هناك وتتباع من عن طريق سواء كان بتتباع لتنزانيا أو للدول الحبيسة إلا حوالين تنزانيا وأنا بتوقع نسبة 200 في أفريقيا إن شاء الله مش هتقل عن 35% سنوية في أفريقيا الوحدة النهاردة كام؟ النهاردة لأ النهاردة يعني السنوية يعني قفلنا 21% على كاما؟ إحنا قفلناها على تقريبا 12% نسبة 200 نعمل قبضة الحجم 30 ونسبة جيدة تستارت حضرتك رئيس المجلس تصديري الكيمويات والأسمدة خلينا نوقف عند الأسمدة شوية الأسمدة النهاردة فتحين تصدير بشكل كبير جدا 2500 جنيه رسم صادر تمام هندفع لكن السؤال الأعلامي عايزنا طب والأمن الغذائي لا الأمن الغذائي خط أحمر ما نقدرش نتخطى فلو حصل أي دروب أو حصل أي خلل في منظومة الأمن الغذائي ده تبقى شيء مش جيد فيه تنصيق مع وزارة الزراعة مع وزارة التجارة طبعا حسس بتاعت المزارعين موجودة في مصر شكالة والمصانع أغلب المصانع ملتزمة بالـ 55% نسبة التوريد زائد العشرة في المئة زائد العشرة في المئة للقطاع الخاص طبعا ودي أغلب المصانع ملتزمة هتقولي طب الأسمدة ليه زادت السنة إحدى الأسباب القوية جدا الاتفاقات التجارية عندي أكتر من 222 اتفاقات تجارية مع أغلب دول عامل أخيرها اتفاقات الميركوسير اللي اتعاملت مع أمريكا اللاتينية اللي بتاعش مع البرازيل والأرجنتين وارجوي وبرجوي وبالمناسبة من أكتر الدول اللي بتستورد أسمدها بس الفوسفاتية بالنسبة للأسمدها المصرية بياخدوا أكتر حاجة من عندنا يعني ميناء سانتوس في البرازيل معروف أنه هو ميناء الأسمدها الفوسفاتية المصرية طبعا